غمرت الأمطار الغزيرة شوارع غزة والمخيمات التي تؤوي آلاف النازحين وقد انهارت العديد من الخيام أو أصبح معظمها غير صالحة للسكن في أغلب المناطق التي لجأ إليها النازحون بخيام لا تستر نهارا أو تحمي ليلا هل الشتاء على أهالي غزة برياحه وأمطاره الغزيرة لتغمر الطرقات مخيمات تؤوي آلاف النازحين من قصف إسرائيلي متواصل على مدى أسابيع شتت الدنيا، العرائش طارت، الكل غرق، الأطفال الصغار كلهم غرقوا ومرضوا ظلنا في الشوارع زي هيك، لا في خيامة سطرانة ولا في خيامة أنها تبعد المية على الأولاد والعين اللي جايهم هي اللي صار معني، زي ما أنت أشوفت كلها مية جوا وبعد الفرار من منازلهم في شمال القطاع، ثم من ملاجئهم في خان لونس انتقل عشرات الألاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى الجنوب للقطاع والتي تحولت إلى مخيم ضخم للنازحين حيث نصبت مئات الخيام باستخدام الخشب وأخطية بلاستيكية وفي منطقة المواصل واقعة جنوب القطاع، باتت العديد من الخيام غير صالحة للسكن وفي مدينة دير البلح، غمرت مياه الأمطار منطقة إيواء خلف مستشفى شهداء الأقصى ومنطقة جباليا أيضاً التي غرقت مؤخراً بمياه الأمطار أخذت من أختي وتغطيت الولد نحن كنا بحرام واحد، أنا وخمس سنفار بحرام واحد وقال المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل لم يعد لديهم وقت أو خيارات مشيراً إلى أنه في مواجهة القصف والحرمان والأمراض في مساحة ضيقة بشكل متزايد يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948 مع أنه تاريخ مؤلم وتشير التقديرات للأمم المتحدة إلى أن واحداً وتسعة من عشر مليون من سكان غزة البالغ عددهم اثنين وأربعة من عشر مليون نسمة قد نزحوا بسبب الحرب نصفهم من الأطفال ترجمة نانسي قنقر